أولاً سعيد بهذه الحلقة لأن حلقة تدينا فرصة كده أن احنا نعمل إطلالة كبيرة على أمور كثيرة نقشناها هنا من قبل لكن نرى الخلاصة بتاعتها اليوم يعني لأنه بعضها كان فيها أفكار تمثل مفاتيح لما سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة العادة كده أنه نتكلم على ثلاث مستويات دايماً في مثل هذه الحلقة عن العالم وعن الإقليم الحلقة الإقليم العربي بشكل أساسي ثم مصر في وسط ذلك لأن في الآخر مصر هي الهدف وهي المراد من هذا البرنامج العالم آه إحنا اللقطة المشهد الحاكم فيه منذ فبراير الماضي هو الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية من أول ما حصلت هي حتستمر إلى الأبد هي هتبقى قادة إلى آخره لكن الحرب الآن فيها منعطف لا يمكن تجاهله هذا المنعطف الذي لا يمكن تجاهله هو الهجوم الأوكراني المضاد للهجوم الروسي الذي بدأ بالعاصمة وفشل ثم نجح عندما احتل شرق هو أخذ جزءا من الجنوب الأوكراني والآن نجد أن أوكرانيا ترد في الجنوب وترد في الشرق في الشمال الشرقي هذا الهجوم المضاد أدى للتحرير ما يقرب من 3600 كيلو متر مرابع من المناطق إلى جانب خسائر كبيرة للجانب الروسي خلال 24 سنة ساعة الماضية بدأ الجانب الروسي يرد لكن حتى هذه اللحظة بنرى أنه في تكلفة سوف تكون عالية للغاية بالنسبة للجانب الروسي الملاحظ هنا بقى عشان نبني على هذا الكلام أنه الرئيس الروسي بيتكلم الآن عن أنه الهدف الرئيسي لروسيا من هذه الحرب هي إقليم الدنباس اللي هي المناطق الناطقة باللغة الروسية علينا أن نستعيد في ذلك كلام كيسينجرا اللي احنا برضو تكلمنا فيه في هذه الحلقات وأنه يتكلم على أنه يتم التبادل في هذا الموضوع إلى جانب أنه فيه بعض التسهيلات اللي احنا الغريبة نلاقيها في الحروب يعني فيه حوالي 3 و 7 من 10 مليون طن من الغذاء جرى تصدرهم من أوكرانيا إلى العالم خلال هذه الحرب باتفاق مع روسيا وبوساطة تركيا اللي هي بتعطي لأوكرانيا الدرونز وفي الوقت نفسه بتاخد الأسلاحة من روسيا يعني العالم فيه التنقضات دي بشكل جامع الملاحظ أنه الجزء الرئيسي في ذلك هو أنه الهجوم الأوكراني بيحصل بدرجة من التفوق البشري نتيجة في التاكتكس أو التاكتكات اللي بتستخدم بتكفل تفوق عددي أوكراني على القوات الروسية إلى جانب طبعا التكنولوجيا التي حصلوا عليها من الدول الغربية الأمر المهم في هذا التطور والنقطة الأخيرة هي الخاصة بالصين أنا رأيك اكتماعشا وهي مهم جدا أنه فيه كلمة قالها يعني بوتين واللي شافها على التلفزيون أنه كلامه كان بيتم بدنوعه من الحصر قال أنه بيشكر الصين يعني على موقفها المتوازن طبعا اللي بيتكلم عن تحالف صيني روسي أو غيره كلمة متوازن دي مختلفة تماما عن لا تعبس أي تحالف وبعدين اللي يرى خطاب الرئيس الشيء الصيني هلاقي أنه تقريبا ما يقولش حاجة على روسيا وبتكلم عن النظام العالمي نرجع لنقطة المراجعة اللي تكلمنا عنها بتاعت 4 فبراير البيان الروسي ده اللي عايزة الصين تغيير النظام العالمي الالاة اشتركوا في القناة